السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا معكم اي بكر مبدعان النهاردة ان شاء الله حنكمل بقيت الحلقة اللي فاتت اللي هي الطباعة باستخدام الحبر وعصبانة عشان نعمل اشكال حيوانات النهاردة ان شاء الله هنعمل طيور فيلا نبدأ دلوقتي هنا معي الورقة الورقة السمتها زي اربع خنة عشان عاش اعمل اربع اشكال للطيور او positions مختلفة باستخدم pigment ink ال pigment داع تحس ان هو زي هو احسن وافضل من ال dye ink لسببين السبب الاول ان ال pigment ink يعني بيروح من الاصابع بسهول عمتيه بمية وصبون حيروح لكن ال dye ink حيصيب اثر ممكن يوعد يوم ليومين وطبعا والسلسلة دي كلها اصل معمولة للاطفال فيفضل ان انا مستخدمش dye ink هوا باللونة استخدمت ونفيش مشكلة بس محاول ان احنا وقتما نخلص على طول مثلا نستخدم الكحول البادس اللي هي بتاعت التنظيف الجروح دي نستخدمها على طول يعني عشان نسبش اثر يعني كبير قوي مثلا في ايد الطفل والتاني سبب ان هي بتادي يعني بتاخد شكل بالضبط البصمة بتاعتها الصباح مش عارب انا بحسها يعني هي شخصية اكتر فنفس بصمة الاصبع التفاصيل بتاعتها بتباني طيب دلوقتي هنا لسمت ثلاث اشكال للطيور طير وهو واقف زي متون شايفين هيبقى صابع كبير وصابع صغير اللي هو راس صابع صغير وهنا الطير وهو واقف بس وشه قدامي اللي هو اللون البني وطير هنا بيطير وطير بيطير برضو وعملت الجنحات المنقار بتاع العين والرقلين والعصفور ده يعني فاتح بقوع وفاتح منقاره وكأنه مثلا بيغني طبعا تسكايز بالمت يعني ممكن الطفل يعمل اي حاجة ممكن يتخيلها ممكن يضيف حاجة مثلا لو في عصفور صغير فوق العصفور الكبير مثلا هو طاير يعني الموضوع مفتوح كبه مفتوح قوي يعني مشاهدة تتقيدوا من اللي انا بعمله بس انا بديل حاجات الاساسية طيب هنا هازا كنت عزا اعمل برد او بعمل مثلا عصفور لتساين هو بياكل من العال ارض يعني ما عملت الشراس عملتها شوية كبيرة فالصورة خربت مني فهعدها من اول وجديد طبعا بالنسبة للاصفال فقدهم صغيرة فمهما كانت اصلا السوركل او الحجم الرأس مثلا او الجسم الكيمير هي صغيرة بالنسبة لهم هنا بان عملتها بالضبط فمسكت زي كرتين هناخد مثلا اصابع صغير وصابع وسط وهنا رسمت مثلا الرجلين الجناح مثلا ممكن اعمل الريش مثلا والعين والمنقار وكأن مثلا على الارض في سيتس اللي هي الحبوب ممكن مثلا يرسم ديدان ممكن يرسم مثلا نعفكها يعني اي حاجة يعني العصفور يكون بياكلها هنا برضو ام اعضب العصفور بالبوزيشن مختلفه هوا يمكن شكله فانياوي لانها هنرسم مش عصفير هنرسم فوزيشنه للعصفير مختلفه اول حيه انا مش ازاولها لكم اريد انت تخمنوا هيا ايه انا مش شفتها صراح حاجة عقبتني اوي يعني وتخيلتش انها تبقى كده فدلوقت عندنا سبعين او لسا يبصمتين بالعرض وحبدأ ان انا اعمل مش عارفة هو الاش بتاحها مش عارفة اكيد ان تعرفتها اي 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 هتبقى عشة عشة عصفور بس هنا الدائرة شوية يعني نسبت تحت بفوت لا يعني خلي بالكم الحاجة قد هي شكلها حلو طبعا بس يعني ممكن نكست طايم الواحد يخلي بالو طبعا ممكن في النفس العشة انا اعمل بقى عصفور يعني نفس العصفور اللي مت المرة اللي فاتت هو بياكل ممكن كأنه مثلا احطه ان هو بينزل مثلا دودة مثلا او ورم في بق العصفور فهنا العصفور اللي انه اخضر هنا واقف وبيبصلهم فوق عملت بس زي دائرة كده صغيرة وكانها عصفير صغيرة بشكل عامل اشياء مثل انجري بيردز ومختلفة واحدة تبص اليمين واحدة تبص الياسار طبعا انا بس بحرور واريكم كذا حاجة فهذه كانت حلقتنا للنهاردة اتمنى ان هي تعقب واحجبكم المرة القادة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة